مع انتهاء مهلة تسمية رئيس للحكومة في تونس اليوم يرتقب أن يسمي الرئيس قيس سعيد في الساعات المتبقية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة في وقت تتجه الأنظار إلى مرحلة تشكيل الحكومة والصعوبات التي سأيضا تكون في طريقها مع زميلة كارولينا نصار نستعرض الخطوات الدستورية التالية لتسمية رئيس للحكومة والمهل القانونية لتشكيل الحكومة ونيلها ثقة البرلمان مساء الخير كارولينا مساء نوش عطال كل بانتظار الاسم الذي سيختار الرئيس الليلة بالفعل كما ذكرت الأنظار متجهة إلى المرحلة المقبلة والتي سيرسم الليلة الرئيس قيس سعيد ملامحها بحسب الشخصية التي سيختارها لتشكيل الحكومة الجديدة خاصة إذا كانت خارج اللائحة المقدمة من الكتل النيابية بطبيعة الحال هذا الرئيس رئيس الوزراء المكلف التونسي سيكون محكوما بإجراءات ومهل دستورية حددها الدستور دستور البلاد بعد تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية سيكون أمامه مهلة شهر لتشكيل الحكومة وفريقه الحكومي وبحلول تاريخ أقصى 27 من أغسطس يجب أن تعرض الحكومة أو تعرض برنامجها برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيلي ثقته ولكي تنال ثقة البرلمان يجب أن تحصل الحكومة على أغلبية 109 أصوات في البرلمان من بين 217 صوتاً في حال لم يمنح أعضاء البرلمان الثقة للحكومة فسيواجه خطر الحل أنه يحق لرئيس الجمهورية حله والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة وإذا تم اللجوء إلى تنظيم انتخابات مبكرة يجب أن يتم ذلك خلال 90 يوماً أو بين فترة تتراوح بين 45 وأقصاها 90 يوماً في ظل أزمة سياسية خانقة تشهدها تونس وسيكون على رئيس الحكومة الجديد مواجهة تحديات أكبر من التي واجهتها حكومة سلف الياس الفخفاخ حيث أضيفت إلى الأزمة الاقتصادية العميقة تحالفات سياسية هجة للمزيد بداية سنضم إلينا من تونس مرسلنا سيف العامري مساء الخير سيف هل تصاعد الدخان الأبيض من القصر الرئاسي؟ مرحباً كارولينا شانتال مساء الخير لم يتصاعد بعد الدخان الأبيض من قصر قرطاج الإشكال أن أروقة قصر قرطاج الآن تشهد نقاشات كبيرة وطويلة مع عدة شخصيات الأمر المنهك صحفياً هو أن كثرة الأسماء التي تتداول جعلتنا نترك الأمر برمته إلى حين صدور القرار النهائي رسمياً عن رئاسة الجمهورية فيعلم الجميع أن الشخصيات عديدة منها من اقترحتها الكتل البرلمانية ومنها من يختارها رئيس الجمهورية بشكل معزول عن الكتل البرلمانية وكان من المتوقع طيلة هذا اليوم منذ الصباح أن يفاجئ رئيس الجمهورية طبعاً المجتمع السياسي والرأي العام التونسي بشخصية خارج التوافقات السياسية ولكن منذ قليل منذ ساعات قليلة عادت بعض الأسماء من داخل الكتل لتتداول داخل البورسة السياسية الآن الأمر طبعاً على أشده وكل التونسيين ينتظرون هذه الشخصية فهي تقريباً الأمل الأخير بالنسبة للتونسيين في هذا الجو المشحون والأزمة الاقتصادية كما تفضلت والاجتماعية خاصة وأن الشخصية التي ستأتي قد تكون على يديها حل البرلمان أو الإبقاء عليها الأمر معقد جداً كما تفضلت دستورياً وتقريباً كامل التونسيين الآن يناقشون الدستور التونسي كأن الرئيس قيس سعيد قد أعاد ربما مدرج تدريسه للقانون الدستوري على المستوى الشعبي الآن ونحن منكبون على انتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية رسمياً في الساعات القادمة شكراً جزيلاً لك على هذه الرسالة من تونس مرسلنا سيف العامري نبقى في تونس وانضم إلينا الكاتب والبحث السياسي جمال العرفاوي أهلاً وسهلاً بك أستاذ جمال معنا في غرفة الأخبار ما الذي تتوقع أن يقوم به الرئيس قيس سعيد اليوم ونحن والتونسيون بانتظار الشخصية التي سيسميها بعد قليل الجديد في هذه المحادثات البحث عن العصور النادر كما يطلق عليه في تونس أن الكلمة تقريباً هناك كلمة فصل لدى الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية التقى تقريباً قبل ساعتين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نوردين التبوبي أصبح السيد نوردين التبوبي تقريباً لا يفارق ظل الرئيس الجمهورية خلال مطالبة السيد إلياس الفقفاخ باستقالاته كان السيد نوردين التبوبي حاضراً واليوم السيد نوردين التبوبي قبل ساعات قليلة من الإعلان عن اسم رئيس الحكومة القادم كان جرت محادثات بينه وبين السيد مع رئيس الجمهورية وبالتالي فإن هناك كلمة عليا لدى الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المرة ومن سيرضع عليه الاتحاد العام التونسي للشغل أعتقد سيرضع عليه السيد قيس سعيد إلى حد الآن حسب ما تسرب المعلومات التقى السيد رئيس الجمهورية السيد فاضل عبد الكافي وزير المالية السابق وهو مرشح حركة النهضة ومرشح قلب تورس أيضاً في نفس الوقت التقى أيضاً السيد حكيم بن حمودة وهو وزير مالية السابق مرشح العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية تقريباً والكتل البرلمانية الأخرى وبالتالي لا يمكن أن نحسم إلى آخر لحظة لحنا لا نعرف صحيح بماذا سيختار رئيس الجمهورية صحيح لكن اسمح لي هنا تحديداً بماذا سيختار رئيس الجمهورية صحيح لكن بالتوجه العام بخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة في العشرة أيام الأخيرة ألا يعطي انتباع أن الرئيس فعلاً يعني يريد أن يترك بصمته وأن لا يعني يترك المجال مفتوح للمناوشات السياسية التي أوصلت تونس إلى أزمات اقتصادية حادة وسياسية أيضاً بالفعل هم الآن يتحدثون قالوا لا نريد رئيس حكومة بل نبحث عن مدير أزمة الأزمة خانقة جداً الأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية أيضاً كما تعلمين هناك ليلة العيد هناك جلسة في البرلمان للتصويت على صحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وبالتالي فإن الوضع السياسي تقريب معقد بشكل كبير جداً ومترابط بشكل كبير جداً لكن الآن كل الأوراق في يد رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الآن بيدها كل القرارات تقريباً ربما نعتقد أنه سيذهب إلى ما أبعد من ذلك أبعد من حل البرلمان ربما سيذهب إلى وقف تقريباً وقف الدستور العامل بالدستور مؤقتاً تقريباً لمدة شهر يعلن أنه تعذر سير دولي بالدولة ربما سيذهب إلى هذا السيناريو وبالتالي ستبقى الدولة تحت سلطته لمدة شهر كامل وفقاً للدستور وبيمكن أن يصدر ما يشاء من المرسيم خلال هذه الفترة وبالتالي الوضع مفتوح على كل السيناريوات وأعتقد أن البرلمان هو أمام خيار وحيد وأوحد هو التصويت على الشخصية التي سيختارها السيد قيس عيد هذه الليلة سواء من داخل الأسماء و21 أسم الآن أمامها و21 أسم تقضبت بها الكتل والأحزاب وبالتالي فأنا لا خيار أمامها سواء الانسياع لخيار الرئيس سعيد أو الذهاب إلى مغامرة قبل أن ينتهي وقتنا وباختصار لو سمحت في حال ذهب الرئيس سعيد اليوم إلى خيار من خارج اللائحة المقدمة له كيف ستكون ردة فعل الكتل السياسية وخاصة حركة النهضة باختصار لو سمحت أعتقد أنهم سينصعون لهذا القرار لأنه أمامهم ليست أمامهم أي قيارات أمامهم قيار سفر الاستجابة والانسياع لمطلب لقرار رئيس الجمهورية أو الذهاب إلى المغامرة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من تونس الكاتب والبحث السياسي جمال العرفاوي شانتال بحسب ضيفنا الكتل السياسية مجبرة على ربما أعطاء الثقة للشخصية التي سيختارها الرئيس قيس سعيد اليوم وبعض المراقبين كانوا اعتبروا أن هذا هو رئاس ريهان رئيس الجمهورية أن الأحزاب السياسية والكتل خاصة حركة النهضة ليست في موقع يسمح لها المناورة ولعب المزيد من الأوراق على الساحة السياسية في تونس والمشكلة الأكبر كارولينا ليست في اختيار هذه الشخصية ومن سيرأس الحكومة الجديدة إنما بالسيناريوهات التي ستنتظر خلال التشكيل وهنا السؤال الأكبر اللي سنحاول الإجابة عليه خلال ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار مع ضيوفنا من تونس شكرا لك كارولينا شكرا لك شكرا لك